نستكمل مع بعض نمثلة على المشتقات من الرتب العليا المثال اللي قدامنا بيقول F of X تساوي كوزين 2X يبقى الدلة هي الكوزين وال2X هي الزاوية بتاعت هذه الدلة مطلوب مني المشتقة الخامسة أجيب المشتقة الأولى اللي هي F dash of X تساوي الكوزين بسالب سين 2X في مشتقة الزاوية بتنين يبقى كامدها هي ساوي سالب 2 sin 2X أجيب المشتقة الثانية هي ساوي سالب 2 الصين مشتقتها كوزين 2X في مشتقة زاوية بتنين يبقى كامدها هي ساوي سالب 4 كوزين 2X المشتقة الثالثة هتساوي السالب 4 في الكوزين مشتقتها بسالب ساين 2X في 2 من الاتنين دي اللي هي مشتقة زاوية يبقى السالب في سالب بموجب 8 sin 2X المشتقة الرابعة اللي قدر اكتبها 4 بين قصين يبقى هتساوي 8 الصين مشتقتها كوزين 2X في 2 هيبقى 16 كوزين 2X المشتقة الخامسة اللي هو عايزها هتبقى 16 في الكوزين سالب ساين 2X في 2 يبقى كان ده هيبقى سالب 16 sin 2X وده المطلوب لو قال لي اوجد المشتقة الخامسة عند النقطة طيب انا هعوض بس في الآخر عن الـ X قمتها بكام مثال آخر بيقول لي F في X بساين تربيع X عايز المشتقة الرابعة فلو انا قلت المشتقة الأولى هنزل 2 واطرح من القس واحد يبقى ساين X في مشتقة الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي بكوزين X في مشتقة الزاوية 1 يبقى الناتج هيساوي 2 sin X في كوزين X يبقى دي بعد ما كانت دلة واحدة دلوقتي يبقى عندي دلتين مضربين في بعض طب ما انا هيبقى فيه مشكلة ليه؟ لاني حاولي الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى وكل مرة هيبقى كده لكن انا اعرف ان 2 sin زاوية في كوزين الزاوية هي هيها عبارة عن sin ضعف الزاوية الزاوية دي X يبقى هي 2X يبقى انا رجعت لدلة واحدة بس يبقى المشتقة الثانية هتساوي الصين مشتقتها كوزين 2X في 2 يعني 2 كوزين 2X يبقى رجعت لنفس المسألة اللي فاتت بالزبط المشتقة الثالثة نسبة لX الاتنين هي الكوزين هتبقى سالب سين 2X في 2 يعني هيتساوي سالب 4 سين 2X نشتق كمان مرة 1 2 3 4 X هتساوي سالب 4 في الصين مشتقتها كوزين 2X في 2 يبقى كان ده يساوي سالب 8 في كوزين 2X ويبقى ده هو المطلوب بتاعي آخر مسألة بقى يقول لي Y تربيع زايد X تربيع 1 ده عبارة عن إيه بقى أيوة لأيها ضمنية عايز المشتقة الثانية بسيطة أمسك Y تربيع مشتقتها كم ب2Y لكن هي عشان Y فلازم أضرب في ال-DY على ال-DX زايد ال-Y ال-X تربيع ب2X تساوي صفر ليه صفر؟ لأن الواحد مشتقته الواحد مشتقته بصفر أشيل ال2 مع ال2 أصبح أن ال-DY ال-DX تساوي سالب X إذن ال-DY على ال-DX بتساوي سالب X على ال-Y طبعا أشتقها كم مرة لما أشتق الطرف اليها يصبح ده تربيع Y على ال-DX تربيع اللي هي Y double dash هتساوي ده وسط المقام يبقى أقولي المقام تربيع المقام في مشتقة البسط اللي هي بسالب واحد في ناقص البسط في مشتقة المقام مشتقة المقام D-Y على D-X هتساوي Y تربيع ناقص Y زائد X في D-Y على D-X دي هجبها من فوق من هنا بسالب X على Y إذن المشتقة التانية بتعطي بتساوي وركز معها بقى كده سالب Y سالب X تربيع على Y على Y تربيع اضرب البسط كله في Y والمقام كله في Y هنا هيبقى سالب Y تربيع ناقص X تربيع على Y تكعيب ويبقى ده هو المطلوب بتاعش على فكرة أنا ممكن أشيل البسط ده اللي هو سالب X تربيع سالب Y تربيع سالب X تربيع من فوق من هنا بيساوي سالب واحد يبقى ممكن كده سالب واحد على Y تكعيب وكده يبقى احنا انتهينا من الواحدة الرابعة اللي كاي بتتكلم عليه على الاشتقاق المشتقاق الأولى وبعد كده رحنا على طاعة السلسلة واشتقاق ضمني واشتقاق الدول المسلسية والمشتقاق من الرتب العليا